اشتركوا في القناة أبناء مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين الذين سطروا قصص نجاحا مشهودة منذ بداية جائحة كوفيد-19 هذه الوقفة المجتمعية التي كانت وما زالت جاءت بشكل لا مثيل له بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي وذلك لكبح تفشي الفيروس وخفض عداد الحالات القائمة التي شهدنا ارتفاعها المؤسف في الشهر المنصرم هناك مؤشرات إيجابية لتصطيح المنحنة حيث نرى طبعا على مدى الثلاثة أيام السابقة شنون الأرقام في مملكة البحرين بدت تستقر ونحتاج للاستمرار في هذا إلى الالتزام من الجميع كما شهدناه في الأيام الأخيرة لتحقيق النتائج المرجوة وإن شاء الله تقل الحالات إلا أن كان سيد الموقف هو الوعي والتكاتف المجتمعي والتقيد التام من قبل الأفراد والمنشآت بجميع القرارات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة كورونا بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فتمخض عنه تصطيح منحن الإصابات وخفض أعداد الحالات القائمة التي جاءت لتبشر وتؤكد بأن هذه القرارات ما جاءت إلا لتقود البحرين إلى بر الأمان الثقة التامة التي يوليها أبناء المجتمع لجميع قرارات فريق البحرين ولا سيما المتعلقة منها بملف كورونا توجد بوصول الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم إلى نحو مليون شخص فمملكة البحرين أجازت عدة التطعيمات ووضعت الخيار أمام الجميع لاختيار نوعية اللقاح بعدما تأكدت من فعليته ومؤمونيته وكذلك فتحت الباب أمام الفئة العمرية التي تتراوح بين 12 عاما وحتى 17 عاما لتلقي اللقاح حماية لهم من الفيروس مملكة البحرين وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين نصب عينها في كافة القرارات التي تم اتخاذها كونها أولوية تسعى من خلالها دائما وأبدا لحفظ الجميع من وباء كوفيد-19